سيد النائب عبد الودود خربوش باسم التجمع الدستوري مرحبا بك وأنت تحمل زي أصيل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على ملاد الوراء وشفيع الأنام سيد رئيس مجلس النواب المحترم السيدة الوزيرة المحترمة سيدات والسادة النواب المحترمين يسعدني أن أتحدث باسم فريقي التجمع الدستوري بمناسبة طبعا تقرير المهمة الاستطلاعية لبعض القنصليات في الخارج وبمناسبة هذا التقرير والمناسبة شرط لا تفوتني الفرصة للتنويه بالأداء الدبلوماسي لبلادنا تحت القيادة الحكيمة للدبلوماسية الملكية نتحدث عن الانتصارات العظيمة في قضية وطننا الأولى وطبعا بعد الدبلوماسية الملكية نتحدث أيضا عن آداء الدبلوماسية الرسمية والدبلوماسية البرلمانية أيضا ولنا عودة للحديث عن الدبلوماسية الموازية سيد الرئيس سيد الوزيرة السيدات والسادة النواب المحترمين طبعا تأتي سأعيد بعد ما قيل قبلي من السيدة والسادة النواب ولكن لا بأس في الإعادة إفادة قلت بأن هذه المهمة الاستطلاعية مؤترة ليس فقط من النظام الداخلي لا سيما المادة 107 منه ولا فقط المادة 70 من الدستور ولكن تؤثرها خطب ملكية أوسط وتحدثت عن وضع أبناء الجالية في الخارج أتذكر جيداً الخطاب الملكي خطاب العرش سنة 2015 الذي تحدث فيه صاحب الجلالة عن عدم رضا بعض أبناء الجالية عن الخدمات القنصلية المقدمة ولكنني بمناسبة الحديث أيضاً عن الخطب الملكي لا بد أن أشير إلى الخطاب الملكي في افتتاح الولاية التشريعية أو السنة التشريعية سنة 2016 تحت هذه القبة والذي لا يزال صداه يتردد بيننا حول عدم رضا طبعاً صاحب الجلالة عن بعض الخدمات المقدمة لأبناء الجالية لا سيمسوا التنسيق بين الإدارات وبطء المساطر ومشاكل الحالة المدنية إذن هذا هو الإطار العام لهذه القنصلية وطبعاً تأتي المهمة بطلب من الفرق وضمن لجنة الشؤون الخارجية المهمة كما ذكر الزملاء شملت قنصليات المغرب في ميلانو بارسلونة مارسيليا بروكسل وأمستردام وطبعاً تم اتفاق على المنهجية الاجتماع مع القناصلة وزيارة كل المصالح ولكن ما ميز هذه المهمة هو استطلاع آراء ليس الموظفين فقط ولكن حتى المرتفقين وطبعاً كان حجم المشاكل المجمعة والإكراهات والتي ربما لا يسع المجال لذكرها في هذه الجلسة ولو أخذت الكلمة نيابة عن كل المتدخلين لن أعيد ما قيل لكن سوف أتحدث عن بعض الإكراهات وأقول بأن الإكراهات يمكن تلخصها في أربع إكراهات أساسية أولاً إكراهات تشريعية أو قانونية أو مسترية خاصة إكراهات متعلقة بالحالة المدنية وقد عدد الزملاء العديد منها لكنني سوف أذكر مشكلة أساسية تستدعي منا ربما مبادرات تشريعية لإصلاح مدونة الأسرة وهي مسألة الولاية على الأبناء يعني ولاية المطلقة على أبنائها هذه سجلناها لدى العديد بل المئات من الحالات بأن ينبغي أن تعطى ولاية الأبناء للأم الحاضنة راكي اللي كي يجيب مرسو يخليها في المغرب وكي يمشي يخليها مع الوليدات ما عندك يدير حتى استصدار جواز صفر من كلياج إذن هذه المسألة أنا أعتقد أن على مجلس النواب يتحمل مسؤوليته في ذلك وأن يعطي هذا الحق للأم الحاضنة لأبنائها ما تتحدث عنه الزملاء سوف أذكر لكم مشكلة القنصلية دي الميلانو بالأساس أنا أحاول أن أقدم المعطيات بصورة مغايرة القنصلية ميلانو تغطي كل منطقة لومبارديا في إيطاليا حوالي نصف مليون مهاجر مغربي تخيلوا معايا نصف مليون مهاجر مغربي تخدم من واحد القنصلية بعدد موظفين ربما بين 25 و 31 ما بالك نحن عندنا هنا إقليم أو عمالة فيها نفس العدد ما حال من إدارة فيها المحكمة الإستناف المحكمة الإبتدائية ما حال من جماعة محلية ما حال من مقاطعة ما حال من إدارة دي الأمن ما حال إذن يعني باش نكون منصفين خصنا يعني حجم الإكرهات والشكاية التي تلقى من أفراد الجالية صحيح ولكن الإكرهات أيضا عند القنصوليات وعند الجهاز القنصولي الموظفين دي القنصوليات لأن العدد لا يكفي تكشي باش تكلم الزمالة في إعادة الهيكلة وإعادة انتشار القنصوليات وتوحيد الخدمات ديالها وربما إصدار دليل القنصولي هاتش ربما يعني في اجتماعنا مع السيد الوزير والسيدة الوزيرة وأيضا يعني المديرية ديالشوه القنصولية تعمل على إصدار هذا الدليل لتوحيد المساطر القنصولية وأعتقد أن الرقمنا مطروحة بشكل كبير لتوحيد المساطر وللاستجابة عن بعد لطالبات أبناء الجالية قلت تغطي منطقة لومباردية نصف مليون مهاجر أبعد نقطة على القنصولية مئتين كيلومتر ثمانمائيات مرتفق في اليوم وقد تصل للألف المداخل ديالها كتدخل مليون درهم شهري مئة ألف أورو لخزينة الدولة القاضي وصحح القاضي رمكيش قاضي لجوز قنصوليات ولا ثلاثة قاضي واحد في السفارة إذن قاضي واحد السفارة في روما يغطي سبعات القنصوليات شوفوا حجم التأخير ديال مصادقة للقوضات على الوتائق يعني هذه المسألة ينبع إعادة النظر فيها وعلى الأقل يكون قاضي في كل قنصولية تلتة آلاف ومئتين نقل ولادة فهذه القنصولية تلتة آلاف ومئتين كيف سيستجيب ضابط الحالة المدنية ولجوز موظفين في الحالة المدنية لهذه الحجم ثم عندهم ثمانمائيات سجين يعني حوالي ألف وثلثمائيات طلب سنوي لتحديد هوية السجنة مصلحة العمل الاجتماعي أنا أعتقد أننا نخص نعطوها وقتها ونتكلموا على أن مصلحة العمل الاجتماعي في القنصوليات ينبغي إعادة النظر في أدوارها وتمكينها من الإمكانيات ونستطيع النظام ديال العملين بها بما يسمحوا بالتنقل خارج القنصوليات إلى زيارة مراكز حماية الطفولة ومراكز الإيواء والسجون هذه المسألة سيدة الوزيرة نبغي تحكميها بعين الاعتبار إكراهات مالية إكراهات تعلق بالموارد البشرية وأعتقد أن دورنا في البرلمان ودور الحكومة هي أننا في الميزانية القادمة ديالوزارة يعني الشؤون الخارجي والتعويل الإفريقي والمغاربة أو الجالية المغربية في الخارج خصنا أن نأخذه بعين الاعتبار إمكانيات المالية والبشرية المرصودة للقنصوليات إذن عدا ما ذكره الزملاء من إعادة نظر في القانون المنظم للحالة المدنية وإعادة نظر في السجلات اليدوية وتعويدها بالسكانير يمكنه طبعا عندك سجل يدوي الذي يتعود كيف قال الزميل أنه يتدر يعني في السكانير وكينسياغ الحماية بشكل من الأشكال منح ساد القناصلة أو القضاة سلطة تصحيح الأخطاء عوض طبعا العودة إلى البلد صلاحيات مدة جواز سفر تحدث عنه الزملاء وتكاليفه أعتقد أعوال محليين أيضا القنصلة موبيل تحدث عنها الزميل أي تسير المصالح القنصولية إلى المناطق البعيدة عن الإدارة القنصولية وإيجاد حلول لنقل الجتمين خاصة إنخراط أبناء الجالية في تأمين يعني تأمينات ربما تكلفتها لا تزيد على 20 أورو في سنة أنا سوف أتحدث عن جانب آخر يتعلق بالجانب السياسي سيد الرئيس سيد الوزير سيدات أستاذ النوار أعتقد أن تكوين موظفين القنصوليات ينبغي أن يشمل أيضا المجالات السياسية لمواجهة دعاة الانفصال كان عندنا لقاءات مع القنصولية في برسلونة وما أدراكها ما كاتالونيا تيار جاري في الانفصال في كاتالونيا وفي الباسك واحتجاجات عارمة أمام القنصولية في ملف الصحراء وفي ملف أيضا حراك الريف أنا أعتقد أن القنصوليات ينبغي أو القناص للعامين أن يعطى لهم هذه الصلاحية هذه الحديث باسمية البلد في الملتقية الرسمية وعدم اعتماد سياسة الكرسي الفارغ لا يمشي القنصول لا يمشي من يموت القنصولي يبقى الكرسي خاويل لا يجب القناص الموظفين القنصولية في هذا الجانب السياسي يتكونوا يدافعوا على الأطرحة الوحدة الوطنية والقضايا الاستراتيجية البلاد ولما لا أيضا استعمال المجتمع المدني وتكوين الجمعية المجتمع المدني المنظوية في هذه القنصوليات للدفاع عن القضايا الوطنية الاستراتيجية لا سيما الوحدة الترابية هناك جانب آخر وهو الجانب العقدي والفكري والإديولوجي تحدث عنه بعض الزمنة ولكن لا بد أن أشير إليه بسرعة هناك السيدة الوزيرة واحدة إشكال كبير هو صراع الأجيال من هنا القدام لا يبقوا أبناء الجلي غير جوعوا الوطن اللي مازل تشبت بالوطن هما الجيل الأول والثاني بنسبة ما لكن الجيل الثالث الصراع الهوياتي والعقدي والإديولوجي لا يتكلم عن الدين لأنهم الآن شيئا فشيئا يصيرون بعيدون عن الوطن من المهام المرشدين والتعليم اللغة العربية التركيز على هذه المواضيع الاستراتيجية وهي الارتباط بالوطن والدفاع عن العقيدة الإسلامية طبعا السمحة والإسلام المعتدل والمذهب المالكي والتمغربية أو الهوية المغربية بمختلف تكويناتها وتلاوينها وأعتقد أن المرشدين الدينيين خاصهم طوروا الخطاب ديالهم من الحادث على نواقض الوضو وأركة الإسلام المحاربة التطرف وراه لنا في الحوادث الأخيرة في فرنسا يعني مثل على أن هذا الصراع اليوم ديال الإسلام معتدل مع الإسلام متطرف هو الصراع فكري معرفي معرفي بمعنى كونيتيل بمعنى أن نحن نرحب الأفكار ديال التطرف بالناس قادرين على مواجدها بالدليل من الكتاب والسنة والدليل اليوم العلمي المبرهن عليه بشهد الناس لأن التيارات طبعا هناك تيارات جارفة هناك إسلام متطرف يأتينا من المشرق ومن جهات أخرى خسنا ديال المرشدين يطوروا الخطاب ويرقى المستوى المواجهة هذا الإسلام متطرف وأيضا الدفاع عن الهوية المغربية وأعتقد أن المراكز الثقافية المغربية أو دار المغرب في مختلف الدول ينبغي تلعب هذا الدور وخاصة طبعا الآن يصدد إطلاق بعض دور المغرب أو المركز الثقافي المغربي وشوفوا تجربة المراكز الثقافية الأجنبية في بلادنا تعليم اللغة وأيضا الرسائل الإديولوجية الممكن أنها توجه لهؤلاء بالنسبة آخر نقطة السيد الرئيس هي اليوم الوطني المهاجر كفى سيخ خربوش فدل فدل اليوم الوطني المهاجر يحتفل به بواحد شكل فولكلوري مجاف يعني في مختلف الأقاليم ينتقل إلى إجراءة ملموسة ويكون يعني دك شبك الواحد يخدم فعلا أبناء المهاجرين عندما يعودون إلى وطنهم لقضاء العطلة الصيفية وليس قضاء العطلة بين مختلف الإدارات شكرا سيد الرئيس على سعة الصدر شكرا السيدات والسادة النواب المحترمين شكرا سيد النائب